السلام عليكم ورحمة الله واحدة من أهم الدروس بالفلتر كيفية تنصيب مكتبة خارجية أو نسميه Third Party Packets يعني مكتبات الطرف الثالث احنا عملنا Import لمجموعة من Libraries مثلا يعني أبسط شيء كنا في كل ملف نعمل Import Package من الفلتر نستدعي المتية ولكن هذه موجودة ضمن ال SDK الخاص بالفلتر يعني هذه باكتج انشأوها بالفلتر المطمن طبعا الفلتر مثل ما نعرف اللي هو Open Source هو عبارة عن مفتوح المصدر فأي شخص مطور أو مبرمج ممكن ينشئ Package معينة وظيفتها أنه تسهل علي غرض معين وتختصر عليك الأكوات فهناك منصة موحدة بهذه المنصة ممكن أن تسجل بها وأنه أنت تنشئ Package أو Library مكتبة بالفلتر ويتنشرها حتى تساعد الناس فالفلتر أكيد قوة بالCommunity الموجود فبالتالي هذه المنصة الموحدة نسمها pop.dev ضروري جدا بأنه أنت تحفظ هذه المنصة أو عنوان هذه الويب سايت إذن هذا هو Official Package Repository for Dart and Flutter Applications إذن هو الموقع الرسمي حتى تجد فيه الباكيج الخاصة بالدارت والفلتر هناك طبعا مئات ممكن حتى آلاف من الباكيج كل اللي عليك بأنه تنصبها وتستفاد منها بمشارعك على ساي المثال اليوم نتعلم تنصيب أبسط مكتبة مثلا لو أنا ما عجبني هذا الخط الإفتراطي بمشروعي فممكن أن نصب خط خارجي طبعا أنت فقط لو تريد مثلا تنصيب أي خط ممكن تجد العام مئات الخطوة على ساي المثال أبسط شيء عندنا باكيج يوفرها جوجل اللي هي جوجل فونت تلاحظ بأنه ظهر لهذا أول خيار جوجل فونت طبعا بدئيا أنت كيف ممكن تبحث عن الباكيج هنا نشوف بأنه عندك الفلترس فتريد مثلا باكيج معينة تدعم مثلا الاي او اس أو تدعم الماك او اس لأنه ممكن مثلا مو كل الباكيج هي تدعم كل المنصات فأنت لو تريد باكيج خاصة للماك او اس مثلا ممكن تحدد هذا الخيار يظهر لك فقط الباكيج اللي تدعم الماك او اس كذلك هنا مثلا بالاس دي كي لأنه هناك باكيج خاصة فقط للدارت وهناك للفلتر وهنا في الادفانست أكيد يعطيك فلاتر أخرى في الجديد بدأت تظهر لنا هذه العبارات دارت ثري كومباتبل و دارت ثري انكومباتبل ما معنى هالكلام النسخة الجديدة اللي هي الدارت ثري اللي ظهرت عندنا اللي هي أحدث نسخة ونفترض أكيد بأنه أنت أيضا تعمل عليه في الباورسبيك دوت يامل بهذا المكان أنت تلاحظ أكيد بأنه الانفايرومنت اللي عندنا صارت الاس دي كي أكبر من ثلاثة وأقل من أربعة إذن هذا هو الدارت اس دي كي اللي عندك فضروري بأنه أنت تعرف هل هذه الباكيج متوافقة مع الدارت ثري أم لا مثلا هذه الباكيج هي غير متوافقة هذه نقطة نقطة ثانية دائما حتى أنت تنصب باكيج المفروض بأنه تشوف الباكيج يعني الشعبية لهذه الباكيج في أكيد هذه الباكيج هي من جوجل فطبعا أنه هي باكيج موثوقة طيب وتلاحظ أنها تعمل على كل المنصات وهي الفلوتر أكيد نضغط عليها الآن كل باكيج تفتحها بهذه المنصة ممكن تشوف readme فتقرأ عن هذه الباكيج إيش فائدتها كيف ممكن تستخدم ممكن تشوف فيديو عليها طيب والخيار الثاني عندك change log فهذه تشوف التحديثات اللي صارت والإضافات اللي عملوها على هذه الفونت أو على هذه المكتبة بالتحديد هنا example سيعطيك أمثلة كيف ممكن تستخدم هذه الباكيج وهنا installing هذا هو الجزء اللي يهمنا كيف ممكن تنصب باكيج الطريقة الأسهل أنه أنت تفتح التارمنال الخاصة بك وتنسخ هذا الأمر تلاحب بموضوع جدا بسيط حتى هنا يعطي خيار للنسخ أضغط عليها هو ينسخ لي هذا السطر طيب بعد ما نسخته المفروض بأنه أنت تضع هذا الأمر في التارمنال الخاصة بك فإذا تفتح التارمنال المفروض بأنه أنت موجود في داخل تطبيقك يعني تطبيقي يسمى app02 بهذه الصورة ومن ثم نضع هذا الأمر هذا الأمر ما معناه الآن من الفلتر أنت تعمل pop ومن ثم add google font هو pop يعني مثل كينا ما يشير للpackage المكتبات الموجودة بالفلتر أو بمشروعك مثلا فمن مكاتب الفلتر قم بإضافة هذه المكتبة فالآن سيقوم بإضافة مكتبة اسمها google fonts لكن أريدك بأنه تنتبع على نقطة وهي لو تلاحظ الآن موضوع pubspec.yaml فتلاحظ في dependencies عندنا الفلتر منصب وهنا في div dependencies أيضا عندنا flutter test منصب فالآن لو نضغط هذا الأمر المفروض سيقوم بتنصيب مكتبة جديدة اسمها google fonts مثل ما تلاحظ بهذا المكان تلقائيا قام بإضافة هذا السطر google underscore fonts ومن ثم بعدها بعد الكولون نشوف بها نعطاني نسخة هذه المكتبة طبعا شي أكيد لو أنت تشاهد الفيديو مثلا بعد سنة أو سنتين من وقت تسجيل هذا الفيديو ممكن أنه المكتبة تظهر لها نسخة أحدث فهذا الشيء ما بي أي مشكلة لكن هناك أيضا trick موجودة بالفلتر أو بالتحديد بهذا الملف pubspec.yaml أنه أنت لو حذفت هذه النسخة بهذا الشكل فهو تلقائيا سيجلب لك أو سينصب لك أحدث نسخة موجودة من هذه المكتبة فأنت ممكن بأنه تحدد النسخة اللي تريدها وممكن بأنه أنت ما تكتب النسخة حتى الفلتر تلقائيا نصب لك أحدث نسخة ممكنة لكن هذا الشيء ما ينصح بي والسبب لأنه أنت مثلا عندك مشروع ممكن مثلا ما تحدد النسخة مثلا أنت عملت على الgoogle font النسخة الثانية لكن أنت ما حددت جعلتها بهذه الصور لو تأتي لنفس المشروع مثلا بعد خمس سنين فهو تلقائيا سينصب لك مثلا نسخة الأحدث ليا الخامسة ممكن النسخة الخامسة منتوافقة مع النسخة الثانية فيفضل دائما بأنه أنت تحدد النسخ هذه الطريقة الأولى الطريقة الأولى عن طريق terminal أنه أنت تكتب هذا الأمر الطريقة الثانية الآن لو نحذف هذا ونرجع إلى وضعنا السابق الطريقة الثانية بأنه أنت تضع هذا السطر بشكل يدوي فإذا تأخذ هذا السطر وتضعه بداخل dependencies الخاصة بك إذن متى ما تريد تنصيب أي مكتبة خارجية فنفوض بأنه نتعرفها بداخل dependencies ولكن انتبه هذا الملف اللي امتدادة .yaml هو حساس جدا للفراغات الidentation جدا مهم يعني الآن لو كتبت هذا السطر بهذا المكان هذا خطأ طبعا أكيد نحن نفوض نشكر extension اللي نصبنا بهذا المكان اللي هو yaml extension فتلاحظ بأنه صار يعطيني أو يتعرف على أقواد yaml فالآن أعطاني خطأ أكيد ما السبب؟ السبب بأنه هذي مكتبة مستقلة مستقلة عن هذي مكتب اللي يسمها الفلتر فالمفروض بأنه تضعها بهذا المكان على أتبار أنه هذا الاس دي كي تابع الفلتر ولكن جوجل فونت وليس تابع الفلتر أو ممكن أصلا بأنه أنت تأخذها وتضعها بهذا المكان على أعتبار أنه هذا تكمل أيضا للـ dependencies إذن كل هذي الأكواد تابع للـ dependencies هذا الملف يعتمد على الفراغات مثل ما ذكرت كيف يفهم أنه هذي الفلتر تابع للـ dependencies فالمفروض بأنه هناك tab أو فراغين فإذن هذه هي الطريقة الثانية لتنصيب الـ package أنه أنت تضعها في الـ dependencies بهذه الصورة وبعد ما أنت تكتب السطر بشكل يدوي المفروض تعمل Flutter Bob Gates فإذن بهذا المكان نكتب Flutter Bob Gates ما معنى هذا الكلام إذن نفس الشيء مثل ما أنه ضافنا بهذا المكان Flutter Bob Add ومن ثم اسم الـ package يعني من مكاتب لـ Flutter قم بإضافة هذه المكتبة لكن هنا بعد ما أضفناها بشكل يدوي المفروض نكتب Flutter Bob Gates أريد تعمل لي gate أريد تجلب لي أو تعرف لي كل المكاتب اللي كتبتها بهذا المكان فإذن تضغط عليها بهذه الصورة دائماً إحنا في Visual Studio Code بهذا المكان أصلاً أنت بعد ما تكتب هذا السطر أو بعد ما تعرف هذه المكتبة فقط أنه أنت تضغط على Control S هو تلقائياً سيعمل لك Flutter Bob Get طيب؟ لكن بالنسبة لي دائماً أنا ما أستعمل للطريقة الأولى ولا للطريقة الثانية هناك طريقة أخرى هي أسهل من عندهم لو نرجع مرة ثانية إلى وضعنا الأصلي عن طريق الـ Command Pallet اختصارها Command Shift P أو Control Shift P في الويندوز نشوف بأنه عندنا خيار لو نبحث عنه اسمه Dart Add Dependency إضافة مكتبة بالFlutter لو تضغط على هذا الخيار الآن يريد منك فقط اسم المكتبة لكن مشكلة هذا الخيار أنه المفروض أنت تكون حافظ اسم المكتبة أو على الأقل مثلاً أول حرفين أول ثلاث أحرف من اسم المكتب المفروض تكتبهم بشكل صحيح يعني لو ما حافظ إملاء اسم المكتبة ما ممكن بأنه نضيفهم بهذه الطريقة فإحنا المكتبة اللي نريدها هي Google Font مفروض Google Font بهذه الصورة تلاحظ بأنه نعطاك كل المكاتب اللي يبدأ اسمها بالGoogle فتلاحظ بأنه هذه المكتبة اللي نريدها Google Underscore Font فقط نضغط عليها هو سيقوم بكل شيء فتلاحظ بأنه يعملك Flutter Bob Add Google Font وبعدها يعملك Flutter Bob Get فقام بإضافتها وعملنا Flutter Bob Get فإذن هذه هي الطرق إضافة المكتبات بالFlutter تكلمنا كثير عن تنصيب الباكيج كيف ممكن نستخدم الباكيج مثل ما ذكرت لو نرجع إلى خطوات التنصيب ممكن أنه نضيف الباكيج أو نضيفها بشكل يدو بهذه الصورة وبعدها تعمل Flutter Bob Get والخطوة اللي بعدها هو تعمل Import قبل ما تستخدم أي وجد بداخل المكتبة ممكن تعمل Import لهذا الوجد أكيد تعمل Import الباكيج اللي يسمها Google Font طيب لكن هو تلقائيا أنت مجرد أن تستعمل أي وجد فهو تلقائيا سيعملك Import يعني إحنا نريدها على سيمثال في هذا السؤال منطق السؤال يعني فإذن مفروض نذهب إلى السؤال وبهذا المكان تلاحظ بأنه عندي هذا التكست شو بأنه إحنا أعطيناه Text Style ممكن نقسم السطر أول شي بدل ما نعطيه Text Style سنعطيه Style من Google Font فبالتالي Google Font بهذا الصورة الآن لاحظ بمجرد أنه أضغط على Google Font هو سيعمل لي Auto Import أنه Import تلقائي من الباكيج اللي يسمها Google Font أضغط عليها دو أرجع إلى الأعلى تلاحظ بأنه أعمل لي Import من الباكيج يسمها Google Font الآن المفروض بأنه أكتب dot Google Font يوفر لي عدد كبير جدا من الخطوط طيب كيف ممكن أعرف الخطة اللي أنا أريده ممكن مثلا أبحث بهذا المكاعل Google Font بهذه الصورة وتلاحظ الخطوط اللي هو يوفرها إذن هذه مجموعة رئيسية من الخطوط اللي يوفرها ممكن أنه أي خط أنت يعجبك تختاره طيب نرجع إلى كوادنا طبعا هنا تلاحظ لو تضغط على dot ما يعطيك الاقتراحات السبب لأنه هذا ليس constant ما ممكن بأنه تتنشئ Object ويكون constant فالآن لو أضغط على dot تلاحظ بأنه الآن أعطاك الخيارات فعلى سيمثال ممكن تختار أي خط أنت تريده وليكن مثلا لاتو طيب الآن قبلها منك ما تغير أي شيء مجرد أنه الستايل الخاص بالتكست قمت بتغييره كذلك هنا الفونت ويت ممكن نغيره إلى font-weight dot bold وكذلك ممكن نعطي font-size على سيمثال 24 أوكي تلاحظ بأنه ناتج ظهر بهذه الصورة إذن تغير نوع الخط كذلك حجم الخط تغير كل شيء كذلك لو تريد ما نجعل اللون أبيض وإنما اللون سيكون قريب إلى لون الخلفية ولكن ممكن يكون يعني شفافية أكثر فيه ممكن تختار أي لون أنت تريده على سيمثال هذا اللون ممكن يكون أقرب إلى البيض بهذا الشكل ومن ثم نعطيه keytconist بهذه الصورة أوكي ممكن يكون أفتح كذلك نفس الشيء بالنسبة لهذه learn of flutter هذه موجودة أتصور به الhome بهذا المكان فتلاحظ بهذا المكان مفروض عندي learn of flutter بدل هذا الـ style ممكن أعطيه google fonts dot بهذه الصورة ومن ثم أختار الخط تلاحظ بأنه تغير نوع الخط أيضا ترجمة نانسي قنقر